في فبراير الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون حل المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى في البلمان وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر في الثاني عشر من يونيو وفتح الباب أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة السياسية وبمجرد فتح باب التقدم بادرت وسارعت القوى السياسية إلى التقدم للتسجيل حيث تقدمت للترشح 2490 قائمة ضمت 25416 مرشحا منهم 12854 ينتمون الأحزاب و 12562 مستقلون تم قبول 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة مستقلة أبرز هذه الأحزاب التي تقدمت للترشح حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللازان سيطر على البلمان لعقود من الزمن ذلك بالتزامن مع انتشار القوائم المستقلة قانون الانتخابات يتضمن التساوي بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 عاما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمشرفة على العملية الانتخابية بالتأكيد وضعت بعض الشروط الواجب توفرها في المرشح والتي تتضمن أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها وأن يكون بالغا 25 عاما على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أدائه للخدمة الوطنية أو الإعفاء وأن لا يكون محكوم عليه في قضايا جنائية أو جناحة يتنافس المرشحون على 407 من المقاعد النيابية وهو عدد أقل من مقاعد المجلس السابق البالغ 462 مقعدا بتخفيض قدره 55 مقعدا ذلك تبقى للأمر الذي أصدره الرئيس الجزائري بتخفيض عدد مقاعد المجلس الانتخابات التشريعية المبكرة هي الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون وتشهد مشاركة واسعة من القوائم المستقلة وتحمل أمالا وطموحات كبيرة لتغيير الحياة السياسية وتلبية تطلعات الشعب الجزائري اشتركوا في القناة